تتنازع الأمريكيين والولايات الأمريكية مخاطر جائحة كورونا فيروس وأعداد المرضى والموتى وتحذيرات المسؤولين الصحيين من أن الفيروس سيبقى في العالم وسيعود إلى الولايات المتحدة بشراسة لن يختفي من الكوكب وهذا يعني أننا في الفصل المقبل نرى أنه من الحتمي سنرى عودة للفيروس أو ربما لا يختفي الفيروس أبدا وتصرفنا سيحدد مصيرنا عندما يعود تلازم هذا الكلام من الدكتور أنتوني فاوتشي مع تحذيراته من أن الفشل في اتخاذ الإجراءات الضرورية والإسراع في فتح البلاد والمصالح سيعني العودة إلى قمة الأزمة وارتفاع حالات العدوى وموت الأمريكيين تماما كما حصل في الأسبوع الأخيرة سبب القلق أن الفيروس كورونا مرسمي وسيعود في الخريف مع عودة الإنفلونزا وهذا يشغل بال القطاع الطبي ووكالة السيطرة على الأوبئة وهذا ما قاله الدكتور فوتشي والدكتورة بريكس من مجموعة العمل وصل عدد الذين توفه بسبب كورونا فيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى قرابة الستين ألفا هذا الرقم أعلى من عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في حرب فيتنام وأسماؤهم منقوشة على هذا الحائط الضخم في العاصمة الأمريكية هذا لا يمنع مواطنين أمريكيين كثر من المطالبة بإعادة فتح الأماكن العامة والعودة بسرعة إلى الحدائق العامة والمطاعم خصوصا في ولايات ومحافظات لم ينتشر فيها الوباء بكثرة الرئيس الأمريكي يشير أيضا إلى رغبته بالعودة إلى الحياة العرية ويريد إعادة الدورة الاقتصادية إلى سرعتها ستعود بسرعة الآن يقول الخبراء أن الأيام الأسوأ من الوباء أصبحت خلفنا والأمريكيون يتطلعون إلى إعادة فتح البلاد بطريقة آمنة وسريعة يتمسك الرئيس الأمريكي بالعودة الآمنة للدورة الاقتصادية ومع ذلك يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب دعواته للعودة إلى العمل فالمخاطر موجودة وصدمة الأمريكيين من الموت والمرض عميقة بيرغانم الحادث واشنطن شكرا